السبب الأول دي سنة ربنا سنة بشرية وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان الحاجة الثانية لا دي من السنة ده إيه اللي حاصل ده شيء موجود في طبائع الأشياء إن إيه في طبائع الأشياء؟ إن الإنسان إذا استطاع ببساطة خالص إنه هو يقوم بهذا الأمر سيصعب عليه إنه ويشكر الله وإذا صعب عليه إنه ويشكر الناس سيصعب عليه أن يشكر الله وكأنها مسألة تتعلق بالعبادة يبقى ده في طبائع الإنسان وده في طريقة عبادة الله سبحانه وتعالى يبقى لا يسعب عليه أن يشكر الناس يسعب عليه إنه ويشكر الله طب والمدخل التالت بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة ان احنا في مسألة شكر فضل الناس عليك شكر فضل الناس عليك الله سبحانه وتعالى جعله في الحياة باب من ابواب مكارم الاخلاق والله سبحانه وتعالى يحمد لك ان تشكر الناس كما يحمد لك ان تشكره فهذه صفة وكأنها عبادة طب واذا ما عملتهاش يبقى انت معرض عن هذه العبادة ايه هذا النسيج وايه هذه الحضارة اللي بتجعل جزء اساسي في حياتنا يخلينا نحس بالامان ايه اكتر حاجة ممكن تحسس واسهل حاجة ممكن تحسس الناس بالامان دلوقتي صفة في الانسان غيبة عن كتير مننا اسمها فضيلة الامتنان انت امتننا للناس انت امتننا للناس فضيلة الامتنان دي لما بتغيب عن حياتنا ايه اللي بيحصل القلوب بتقسه قلب الشخص اللي كان مفروض يمتن بيقسه ويعتبر نفسه مستحق للحاجات اللي بيقدمها له الناس اضرب لكم مثال لطيف عشان نقرب المعنى لما الولد بيعتبر ان ما يبذله ابوه من اجله ده حق لي وابوه ما بيعملش ايه ما بيمنش عليه ما بيجبيش عليه ده فرض على ابوه لاني يعمل كده فالولد كان ابوه محتاج منه ايه محتاج يقول له يا والدي يا ابويا انت في الحقيقة سبب من اسباب صلب طولي انا حاسس ان انا ماشي في الحياة وانت سند ليه في الحياة الاب هيعمل ايه هيفرح ويسعد وكل التعب وكل العرق اللي نزل على جبينه هيتمسح ويتحول الى نسيم من فضل الله ومن رزق الله عليه هيحس براحة وسرور وسعادة ويحس ان هو انسان بطل هو الاولاد لو حسسوا اباقهم ان هم افطال هيخسروا حاجة والله ما يخسروا حاجة طب الاباق لو ان هم قاموا بنفس المعنى وامتنوا لاولادهم فالاب حسس ابنه ان هو وجودك في حياتي حسسني ان انا ليه ايمة وربنا لما كتب ان انت تبقى ابني انا حسست ان ربنا راضي عني فانت خليت لحياتي معنى الابن لما يسمع كده من ابوه هل ممكن نخاف منه من تدعيات الرفض اكيد مش هنخاف من تدعيات الرفض ساعة الابن عيكون في الحقيقة في غاية الثقة بالنفس لان هو كأنه هنا بقى اللقطة اللي انا عايز اقولها هنا الملمح اللي انا عايز اقوله هنا الجانب الحضاري اللي جاي في الحديث ان هنا الولد ده حصل له توكيد للذات كأنه كأنه حصل له ايه حصل له هو ده بقى اللي بيخلي ما اللي يشكر الناس لا يشكر الله ايه بقى اللي هيحصل له هيحصل له نفس الاحساس لما يحس ان هو مدعوم من ربنا وعنده مدد يبقى لما ابوه ايه حسسه ان هو نعمة هو حس ان هو غالي عند ربنا اوالله والابا ما بيلتفتوش لده ولما الولد بيحس بان هو مرفوض من ابوه او امه للأسف بيروح سايب ده سايب ابوه امه خلاص هو ابوه امه بقى في قلبه تؤال على قلبه بينتقل بعد كده الى ايه الى حالة من حالات التمرد على الله واحنا في ملف عن اتكلم عنه ملف السيولة الدينية اللي بعض الناس بيحاولوا يسمونه الالحاد انا بحب اسميه السيولة الدينية فيترتب على ما يقوم به الاب مع ابنه من عدم شكر نعمة ربنا بان هو بقى عنده ابن يترتب عليه ان الابن يعمل ايه يبقى عنده السيولة الدينية اللي احنا بنتكلم عنها ويبقى متمرد على الرب ويقول لربنا هو انت ايه يا رزقتني بقى اب كده ويحس ان هو عنده عدق مع كل سلطة عليا عنده ويحس ان هو مش مرتاح ومش مبسوط للأسف تعالا نشوف بقى البنت مع امها لو ما فيش امتنان ما بين البنت وامها مثلا البنت تحس بايه البنت تحس بان امها ساعات هي مش شايفها وانثة كاملة فإن لي يحصل فتروح للإسم والنصيب الإسم والنصيب اللي من عند ربنا اللي في الجواز تحس ان الجواز ده فكرة حمقاء ناسب يعني لانه بيخلي مجموعة من الناس يتحكموا في الناس فيبقى عندها حالة من حالات العزوف عن الجواز والدي ليه طيب لان ده من عند ربنا والأمها كان رأيتها فيها لان ده اللي هينتج أولاد فهي مش عايزة تجيب أولاد الأمها هي تتحكم فيهم زي أمها تحكمت فيها